في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله تعلن وزارة الخارجية عن تصنيف مملكة البحرين مجموعة من الأفراد والكينات ضمن القادة والممولين ومقدمية تسهيلات لمنظمي داعش بل لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في الجمهورية اليمنية وأوضح التوزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء ضمن جهود المركز الدولي للاستهداف تمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشاركة مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز والتي تعد مملكة البحرين عضوا أساسيا وفاعلا فيه حيث يعكس هذا القرار تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة كما يؤكد حرص البحرين والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء والسنادا للتشريعات الوطنية ذات الصلة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1371 لعام 2001 سيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحضر المواطنين والمقيمين في المملكة من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة وأسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية نشوان العدني يمني الجنسية خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية عادل عبدو فاري عثمان الدهباني يمني الجنسية الملقب برضوان محمد حسين قنان يمني الجنسية والي نشوان اليافعي يمني الجنسية خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية بلال علي الوافي يمني الجنسية جمعية الرحمة الخيرية اليمن سوبر ماركت الخير اليمن